موسيقى نتائج الانتخابات التركية تحد من حلم السلطان لاردوغان وتحتم عليه التنازل عن حكم الحزب الواحد وتشكيل اتلاف حكومي العبادي يناشد قادة مجموعة الدول السبع بتقديم الدعم لمحاربة داعش وأوباما يعول على دور سنة العراق بمواجهة التنظيم وعشرة القتلى في ميدان إدلب تزامنا مع انطلاق أعمال مختمر المعارضة السورية في القاهرة أخبار اليوم مع فراس حامل أهلا بكم في نشرة جديدة من أخبار اليوم نبدأها من تركيا حيث أشار نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش اليوم إن الخيار الأول لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا هو محاولة تشكيل حكومة اتلافية في وقت أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو أن حزبه سيعيد تقييم الأمور ما بعد الانتخابات التركية في تقرير فالحبيب حزب العدالة والتنمية العمود الفقري في تركيا سيواصل مشواره بهذه الكلمات لخص المعركة الانتخابية رئيس الوزراء الحالي التركي داود أغلو رغم أن الرياح جرت بما لا تشتهيه سفن الحزب الحاكم ورئيسه رجب طيب أردوغان الذي يجد نفسه مكبلا لا يستطيع تنفيذ ما سعى إليه حصر السلطة داخل دائرته الرئاسية وذلك بإقرار استفتاء حول تعديل الدستور لتحويل النظام إلى رئاسي بدلا من برلماني فالنتائج جاءت مغايرة لتوقعاته لم تمنح حزبه الأغلبية داخل البرلمان أوفى الناس بواجبهم نحن نشكرهم على ذلك قوة الإرادة فوق كل شيء ولكن ينبغي أن يكون معلوما أن كل التدابير ستتخذ لمنع الأضرار التي لحقت باستقرار الناس والسلام وينبغي أن يظل الناس في سلام ينبغي أن ينظر الناس للمستقبل بثقة لأن حزب العدالة والتنمية هو العمود الفقري في تركيا وحزب العدالة والتنمية يوجب ذلك نتائج الانتخابات وإن منحت حزب العدالة والتنمية الأغلبية إلا أن سخاءها لم يكن بالقدر الذي يمنح حزب الرئيس فوزا مطلقا يطيح له تطبيق خطته السياسية في الحكم للسنوات الأربع المقبلة بأريحية تامة ورغم ذلك الحزب الحاكم والذي رفع سقف التوقعات حاليا يريد أن يفرح بفوزه مؤكدا أن بنهاية المطاف سيكون هناك ائتلاف حكومي رغم أن الحزب الفتى الكردي الذي دخل قبة البرلمان شدد أكثر من مرة أن فرص ائتلافه مع الحزب الحاكم ضئيلة المهم أن الديمقراطية قد تحسنت في نظام متعدد الأحزاب بطريقة أو بأخرى في السنوات الخمس الماضية وهذا هو واحد من أفضل نتائج الانتخابات أمس تركيا لديها ديمقراطية ناضجة لهذا لا بد وبالتأكيد أن يكون ائتلاف بسبب هذا النضج إردوغان لم يحقق مبتغاه لكن حزبه وبعكس الصورة التي يحاول البعض تصويقها لم يفقد من قوته بل حافظ عليها وتمكن من الفوز بالأغلبية ما يؤكد على شرعيته أمر سيساعده كثيرا وسيصب في صالح علاقات بلاده مع الغرب ولمواكبة نتائج الانتخابات التركية نضم إليه في الستوديو السيد خميسي بالعافية له محل السياسي مرحبا بك كما ذكر زميل فالح في نات التقرير بأن بالرغم من نتائج الانتخابات إلا أردوغان لم يخسر لأننا نقول هذه الانتخابات بكونه لم يشترك فيها لكن حزبه اشترك في هذه الانتخابات كيف تقرأ النتائج في البداية؟ أيضا حزب كل من يتابع نتائج الانتخابات ويدخل ما بين السطور ويحللها يجد أن حزب أردوغان العدالة والتنمية لم يهزم في هذه المعركة بل حقق نوعا ما فوزا بحيث أنه حصل على نتيجة بأكثر من النتيجة التي كانت في الانتخابات الماضية لما أقصد هو في المعركة الماضية كان قد ائتلف مع الأكراد مع الأكراد هو حصل على 52% من نسبة البرلمان في الانتخابات الماضية في هذه الانتخابات الأكراد سلخوا عن حزبي عن أردوغان وذهبوا وخاضوا المعركة الانتخابية لوحدهم حصلوا على 13.5 هناك ما يقول 14 ورغم هذه النتيجة حصل أردوغان على 40.5 يعني لم يخسر من قوائي كثير لم يخسر بل أضاف 1% إلى نسبته ولكن على الرغم من هذه النتيجة أردوغان نال صفعة رنان لأنه كان لديه حلم روده حلم بتحقيق الصلاحيات وتوسيع رقة صلاحياته كرئيس إلى جعل نفسه ربما سلطان سلطان تركي حديث أرادت الإصلاحات بحاجة ماسة إلى دعم جماهير كبير الجمهور في تركيا قال له نحن نريدك نريدك كرئيس لتركيا تركيا دولة مستقلة ديمقراطية لا يحكمها رجل واحد إنما يحكمها بعض الأجهزة من البرلمان وكذلك الحكومة والرئيس وليس سلطانا واحدا يحكم تركيا لذلك كل من تابع الانتخابات لا يهال المشكلة لأول مرة بعد 12 عام سيضطر باللجوء حزب أردوغان إلى الائتلاف مع حزب آخر لكي يكفل لنفسه الأغلبية ولكن في الانتخابات الماضية كان ليس بحاجة إلى ائتلاف حكومي لأن كانت لديها النسبة العليا ما حصل الآن هو انسلاخ الأكراد لأنهم ضاقوا ذرعا من عزوف أردوغان عن وعود كان قد قطعها على نفسه في الانتخابات الماضية وعدهم بالكثير من الإصلاحات وعدهم بالكثير ولم يقم بهذه لأسباب سياسية لذلك حتى التصريح لزعيم الأكراد في هذه المعركة الانتخابية قال بأن غير وارد بالحسبان الائتلاف مع أردوغان الساسة والسياسة الحديثة تعلم كل شخص الدرس التالي لا تقول أبدا لا إن قبل أردوغان بشروطه بشروط الأكراد حتى هناك من وصف قضية الأكراد وكما ذكرت كانوا في اتلاف حكومي حتى أنهم غالبية الأكراد كانوا يصوتون لأردوغان في الانتخابات السابقة وهناك من وصف ما جرى اليوم وكأنها ثورة كردية داخل تركيا الانسلاخ عن حزب التنمية والعدالة وعدم التصويت في نهاية المطاف لأردوغان وربما تأثير ما يجري في سوريا والعراق مع الأكراد وتركيا موقف تركيا بالأخص جعل الأكراد يذهبون إلى هذه الوجهة أولا علينا أن نوضح نقطة مهمة جدا أن 15% من الأكراد في ديار بكر صوتوا لحزب الرئيس أردوغان 15% هذه نسبة لا بأس بها صحيح ولكن ما حدث هو أننا رأينا وشهدنا تأثير خارجي لتفاعلات وديناميكية التفاعلات الخارجية التطورات التي شاهدتها كل من سوريا والعراق وما آل تألت به الأوضاع وأوصلت الأكراد إلى خانة اليك عندما تعرضوا لأشترس الهجمات من قبل المنظمات الإرهابية الإجرامية المسمى داعش هذه هذه التطورات نمت وطورت لدى الأكراد الشعور بالانتماء الكردي لذلك قالوا الأكراد لأنفسهم في تركيا نحن لا نريد أن يحصل لنا ما حصل لإخوتنا وأشقائنا في سوريا وفي العراق لذلك علينا أن نصير من الآن أن نستغل قوتنا لذلك كل من تابع الانتخابات شاهد وشاهد كيف أن الأكراد لأول مرة يقومون ويشاركون مشاركة فعالة في هذه الانتخابات لضمان اجتياز نسبة الحسم فنسبة الحسم في تركيا هي 10% كل المحلين قالوا بأن ببالكال ربما لا تجتاز أو لا يجتاز الأكراد هذه النسبة ولكن رأينا أن الأكراد كان إقبال كبير بسبب إقبال كبير من قبل شيبهم وشبابهم حققوا نصرا كبيرا وفق المعطيات التي شاهدناها حتى الآن ما يعني أن الأكراد اليوم باتوا في تركيا صوتا لا يمكن الاستهانة به لا من قبل الحكومة ولا من قبل الإعلام والشارع التركي نعم لكن في نهاية المطاف أردوغان بحاجة حسب التصريحات دعنا نقول ممثلين رسميين في تركيا بأنه بحاجة لتشكيل اهتلاف حكومي إن كان ماهي الأكراد وأيضا قالوا بأنه يتحدث مع حزب يميني متطرف في نهاية المطاف لم يبقى دعنا نقول لأردوغان حلم إحداث إصلاحات وتغيرات والتحول إلى سلطان تركي جديد أنا أود أن أفاجئك وفاجئ المشاهدين أردوغان يستطيع أن يحقق أيضا حلم السلطنة إذا قبل بشروط الأكراد وأدخلهم إلى ائتلاف الحكومي لأنه ما هو يريده هو أن يضمن لحكومة العتيدة المستقبلية أغلبية برلمانية تساهم في تمرير جميع الإصلاحات باكورة الإصلاحات التي يطمح إليها الرئيس التركي فإذا قبل بشروط الأكراد وأعطاهم ما هم يريدونه ويرتقونه أنا أعتقد بأن الأكراد مسألة أو ملف السلطن أو غير السلطنة تصبح ملفا ثنائيا يعني من الممكن تجاوزه بس ولكن بشرط واحد أن يقبل الرئيس أردوغان لديه اليوم عدة فرص بالتحاور مع الحزب اليمين المتشدد الذي قال زعيمه اليوم بأنه لا يعني لا يقول لا لا يقول لا مبدئي إنما يقول لا لا لشروط معينة ونعم لشروط أخرى ما يعني أنه إذا قبل الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية التركي بشروط حزبه فليس لديه مانع بالولوج إلى الاتلاف الحكومي المستقبلي وكذلك الأقراض الموضوع هنا موضوع مصلحة ليس إلا ولكن هناك حزب آخر الذي يرفض فكرة المشاركة في اتلاف حكومي مع الرئيس التركي وحزبه هو رفضه ورفض مبدئه وليس رفض مصالح رفض مبدئ أنه لا يرى نفسه بأنه يرفض رفضا قاطعا كل ما يريده الرئيس التركي أردوغان مثل ما تقول هنا في إسرائيل حزب ميرتس اليسري يرفض رفضا مبدئيا فكرة الاندماج في اتلاف حكومي مع الرئيس الوزراء الإسرائيلي على نقيد من موقف المعسكر الصهيوني الذي يقود هرتوغ لأنه هرتوغ قالها أكثر من مرة ما يستشف منه بأنه إذا قبل رئيس الوزراء إسرائيل بن يمني تنيوه ببكورة شروطه فأنه ليس لديه أي مانع بالولوج في اتلافه الحكومي لذلك نقول بأن هناك من يرفضون في تركيا فكرة الاندماج في اتلاف الحكومي رفضا مبدئيا هناك من يقولون الرفض هو رفض مصالح ليس إلا يعني إن قبل قبلنا وإن رفض رفضنا نعم وكما قلت رجال السياسة في نهاية تتغير التصريحات والمواقف تضاؤل قوى أردوغان الداخل التركية ما مدى تأثير هذا الأمر على الملفات الإقليمية ونحن نعرف موقف تركيا من سوريا على سبيل المثال ومن العراق أنا زرت أكثر من مرة تركيا وأقولها بصراحة بأنني دهشت من مدى استفحال التطور في تركيا أعجبني الوضع في تركيا وفي إسطنبول خاصة وبحكم هذا الإعجاب تحولت إلى مؤيدا للرئيس التركي أردوغان إلى أن جاءت الأحداث في سوريا ومساهمته في زرع القلاق الأمنية وعدم الاستقرار الأمني في سوريا فتأييد لهذا الرئيس شهدت انسحابا ما أضف إلى ذلك مجابهات للإعلاميين وتهديد الإعلاميين وكذلك التهديد بعض منهم بأن يقوم بحبسهم مدى الحياة وملاحقة كل من أبدى موقفا جعلني أن أتوقف لبرهة زمن وتسأل هل هذا هو الرجل المناسب لاستمرارية قيادة تركيا لدي أكثر من علامة استفهام حول ذلك لأنني عندما قلت أنني أؤيد تركيا أؤيد الرئيس التركي أؤيده بأن يستمر في الإصلاحات التي كان قد وعد بها الشعب التركي ولكن التصريحات وملاحقة مناوئيه وأعدائه ومن السياسيين هذا أمر مرفوض جدا وسؤال أخير برأيك كانت معارضة لأردوغان داخل تركيا حتى كانت محاولات ليست لثورة إنما لمعارضة شديدة إذا هذا الرئيس هل برأيك هذه الأمور سوف تزداد بعد نتائج هذه الانتخابات وخاصة من الاقتصاد التركي ليس بأفضل حالاته كما كان مع أردوغان في السنوات الماضية النتيجة هي لديها النتيجة التي شاهدناها في الانتخابات التركية لديها نتيجة حكمية أخرى وهي مركبة من عوامل سايكولوجية اليوم في قرارة نفسي يدرك تركية بأن يدرك الرئيس التركي بأن شعبيته تراجعت نوعا ما ربما بسبب إقدامه على توسيع رقعة صلاحيات وقيامه ببناء قصر يقال بأنه زاد وقد فوق سبعمائة مليون دولار مما جعل البعض من أعدائه ومنافسيه في تركيا تاهمون بأنه قد أصيب بالصرعة بجنون العظمة هذا الرئيس التركي الذي يحاول أن يعيد تركيا العهد السلطنة وهناك في شرائح كبيرة في تركيا ما ترفض ذلك أضف إلى ذلك بأن هجومه المباشر وغير المباشر لمؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى أتا ترك أصار حفيظة الكثيرين من الأطراق وإن كانوا ليسوا من العلمانيين أيضا من المتديين قالوا نعم نحن نؤيدك ولكن أنت استفحلت في الهجوم على شخص مؤسس دولة تركيا فأنت تجوازت بذلك الخطوط الحمراء نحن نرفض رفضا قاطعا ارتكب عدة الأخطاء ارتكب عدة المساوئ تجاه منافسيه أنا لو كنت أحد المقاربين لكنت قد أزديت إليه النص بمحاولة جذب المنافسين إليه لكي يشتاز هذه المعضة ولكن هو أصر وذهب للمجابة وجابها كل من قال لا لأردوغان حتى جعل الأمر أن هناك في حزب من انتهامه بأنه يحاول أن يستبد بقراراته يحاول أن يسلط يحاول أن يهيمن على جميع محافل حزبه من خلال التهديد ودعنا نقول هو يعتبر رئيس دولة ممنوع أن يتعامل مع حملات انتخابية ولكن اشترك في كل حملة انتخابية عن تركيا المعروف عن تركيا وعن رئيس أردوغان بأنه يستطيع أن يلعب بالقوانين كيف ما هو يريد هو يدرك بأنه لديك شريعة كبيرة في المجتمع ونقطة واحدة ملاحظة هو رغم أن اليوم الاقتصاد التركي توقف نوعا ما ولكن هو حقق انتصارات وإنجازات كبيرة لا يمكن الاستهانة بها حيث أنه فاق ألمانيا من ناحية الإنتاج ونسبة الإنتاج السنوي نعم السيد خميس أبو العافي شكرا جزيلا لك وننتقل الآن إلى العراق بدأت في مدينة ميونيخ اليوم أعمال الجلسة الأولى لمؤتمر قادة مجموعة السبع حول الإرهاب بحضور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وبرئاسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أجرت استقبالا رسميا للعبادي في قصر الماو حيث يعقد الاجتماع التفاصيل في تقرير نصرين إبراهيم أبوغوش رفع العالم العراقي على مركز مدينة بيجي القريبة من أكبر مصفات نفطية في العراق بعد استعادتها من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية وهذه المرة الثانية على التوالي التي تستعيد فيها القوات الأمنية العراقية السيطرة على هذه المدينة إذ كانت قد استعادتها العام الماضي من قبضة داعش حيث قامت القوات العراقية بقصف مخابئ تنظيم الدولة بقضائف الهاون ومن جهة أخرى قتل 23 من أفراد الجيش العراقي في عربيتين مفخختين في الفلنوجة غرب بغداد أما عن خسائر داعش فقد وجهت القوات العراقية ضربة قوية لتنظيم الدولة حيث قتل 20 عنصرا من بينهم قيادي بارز يدعى أبو شامل الشيشاني والذي يعرف بأنه المسؤول عن المقاتلين الأجانب وبالتزامن مع العميلة الأخرى أمنت خطوط دفاعية متقدمة وتأمين كامل لأمين بغداد باعتبار أن هذه المناطق من حيث قريب أو بعيد قد تكون هي قريبة من أمين بغداد وفي ذات الصياق دعا رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم الأمم المتحدة والجهات الرسمية المعنية إلى الإسرع في إصال مساعدات الإغاثة إلى النازحين العراقيين من جانبه أكد رئيس الوفد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يقف بقوة إلى جانب العراق مخصصا مبالغ عجلة لمساعدة نازح الأنبار ولباقي المحافظات العراقية وإلى اليوم الثاني من قمة جي سبعة حيث قامت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ألمانيا بحث مدى قدرة وحدتهم في مواجهة الإرهاب والأزمات الدولية وقد غابت عنها روسيا في ختامها الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل على تكثيف جهودها بمجال تدريب أو المساعدة والتدريب للحكومة العراقية والفجر العراقية وهذه المطراحة هو لأن العراقين الآن يقاتلون على أرمين ويقار في المنازاج وكيف المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة مع العراق أمر مهم لأنه جزء كبير من هذه الحرب هي حرف نفسية وحرف معنوية ووقوف العالم مع العراقيين يساعدهم على الاستمرار حيث يبحث قادة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان مسألة مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والسوريا في حضور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي ناشدهم بتقديم الدعم اللازم لمواجهة هذا التنظيم ولمواكبة هذا الملف معي في الستوديو سيد علي واكد خبير في شنش مرحبا بك دانا نقول قمة مجموعة الدول السبعة هذه المرة بحضور العبادي لأن الموضوع هو الإرهاب تحدثوا عن العراق وسوريا والحديث دائما عن دعم للقوات العراقية من قبل الإدارة الأمريكية حتى من الدول السبعة ست الأمر لا يتم حتى الآن لماذا برأيك؟ يعني باعتقادي بالنسبة لجزئية الدعم دعوة الرئيس العبادي إلى هذا المؤتمر كانت بالدرجة الأولى لاستضاح حقيقة الموقف العراقي والنوايا العراقية لسيما وأن قبل أيام الإدارة الأمريكية عبر وزير الدفاع عاشتون كارتر اتهمت العراق بأنه لا رغبة حقيقية لديه في مواجهة الدولة الإسلامية ولا قدرة لديه في مواجهة الدولة الإسلامية واليوم أيضا وفي المؤتمر صحفي قال الرئيس أوباما أن المشكلة تكمن في علامة السؤال حول الرغبة الحقيقية للعراقيين بمواجهة الدولة الإسلامية وحول هوية المشاركين في القوات العراقية بمعنى الميليشيات الشعية أو المجموعات المسلحة الشعية التي هي رأس الحرب في مواجهة الإسلاميين تخوف طائفي من قبل الإدارة الأمريكية كان هناك تخوف طائفي من أن تؤدي توجهات الرئيس العبادي إلى ما أدت عليه توجهات المالك قبله الولايات المتحدة ضغطت من أجل الإطاحة بالمالك واستبداله بالعبادي أملا منها أن يتبع سياسة غير مذهبية سياسة تتيح المجال للأقلية السنية الكبيرة في العراق أن تجد مكانها في المجتمع العراقي وهو اليوم العبادي يلجأ إلى ميليشيات مذهبية في محاولة لتحرير أجزاء من العراق وتحديدا في هذه المرة منطقة الرمادي العبادي اليوم أجاب على أسئلة القادة الغربيين حول موقفه حول العلاقة الاستراتيجية مع إيران حول تعاونه تعاون العراق وهو في خضام حرب ضد الدولة الإسلامية مع النظام السوري وتبادل المعلومات مع النظام السوري لذلك كانت اليوم هي جلثة صحيح كانت تريد منها الدعم العراق وتجديد الدعم العلني على الأقل للعراق ولكن بين هذا الدعم وبين تترجمته إلى خطوات عسكرية ملحوظة ملموسة على الأرض لا زالت هناك يعني باون والباون يكمن في ما سيصل إليه الزعماء الغربيين في لقاءاتهم مع العبادي وهل سيقتنع أن العبادي هو رئيس لكل العراقيين وليس المجموعة من العراقيين ومدى علاقته مع إيران وتبعيته لإيران لسيما وأنه بدأوا ينظر إليه كما نظر إلى المالك بأنه عمليا مندوب لإيران في العراق أكثر منه رئيسا للعراق نعم أريد أن أضم إلينا ضيف آخر من العراق سيد سامي ركاني كاتب محل السياسي مرحبا بك سيد سامي في البداية سيد سامي نتحدث عن اجتماع قادة مجموعة الدول السبع في ألمانيا حول العراق حيث ناشد العبادي رئيس الوزراء العراقي هذه القوة بدعم بالسلاح أيضا لجيش العراقي ورأينا بأن أوباما يعول على دور السنة في العراق في نهاية المطاف كيف تقرأ هذه التصريحات نعم يبدو اختلاصا رجع من بغداد على الاجتماع السبع الموجودة وقد كان من المالك الرجل الحاضر الغائب في السياسة أو الفعل على الأرض الذي بيده زمام الأمو والذي يمثل الجبهة الإيرانية بالدرجة الأولى وكان رده هي للقضاء على داعش هي ومحو فلوجة بكل ما فيها كخطوة أولية للتخلص من الداعش وهذا باعتقادي رد على الاجتماع السبع الموجودة في بامنين بأن الرجل الذي تضمضون معه ليس سوى شخص وهي واجهة وأن الأمر بيدنا وأن الخطة لن تكون كما تريدون وهو إدخال السنة وتقويتهم في تلك المناطق سيد سامي أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تعود إلى ولاية المالكة عن طريق العباد ما تقوله أقول بأن يريد أن يظهر لهم بأن القوة لا تريدون أن تتفاوضوا يجب أن تتفاوضوا معنا أي مع الإيران حسب الخطة الإيرانية ليس حسب الخطة التي تريدها الدول الغرب وأمريكا بإدخال السنة ضمن المناطق أولوية عن قضية داعش في تلك المناطق وتخلص العراق ومن بعدها سوريا من أزمة داعش وحل الأزمة السياسية والأمنية في تلك المنطقة باعتقاد هذا كان الرسالة إلى ذلك الاجتماع من المالك بكل وضوء وعدم مسؤولية وعدم الاعتبار لمشاعر العراقيين نعم سيد سامي وهذا السبب يتأخر حتى الآن الدعم الغربي وخاصة الدعم الأمريكي للجيش العراقي نعم هذا السبب الرئيسي ووراءها عدم تواثقات من قبل التركية العربية بأنه لن يكون ولكن لا يمكن أن تساعد بغداد أن يكون طريقا لتدخل الحجر الشعبي إلى المناطق السينية سيكون حربا شاملة المنطقة لذلك الحل الوحيد هو إيجاب بديل عن داعش في تلك المنطقة وأن لا يكون من الحجر الشعبي نعم سيد سامير كاني كاتب محلس سياسي شكرا جزيلا لك هل توافق الرأي بأن ما قاله أوباما بأنه يعول على دور السنة ربما الأمر يخلق العباد لهذا الشعب نعم ما يريدها المجتمع الغرب هو أن يرى العراقيين متحدين السنة وشيعة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية هم لا يريدون من العباد أن يتخلص من حضور الدولة الإسلامية عبر التعميق وترسيخ القطيعة بين السنة والشيعة والشرخ والانقسام بين السنة والشيعة في العراق وأن يتحول رئيسا مذهبيا لا رئيسا وطنيا قوميا لكافة العراقيين لأنه في مثل هذه الحالة سيصعب على الغرب أن يدعم رئيس يعتبره بعض العراقيين أو جوز كبير من العراقيين عدو لهم وليس قائدا وليس زعيما له بالإضافة إلى أن السؤال لدى المجتمع الغربي هل إزاحة والطرد داعش من الدولة من العراق يعني حضور لإيران في العراق على حساب تنظيم الدولة الإسلامية لأن بعض الدول المشاركة لا ترى من ناحية الأمن القومي الغربي فرق كبير في هذه المرحلة على الأقل بين تأثير للدولة الإسلامية في العراق أو حضور كاسح لإيران هناك نعم وتصريح الأخير باختصار أوباما تحدث بأن الحرب ضد داعش في العراق لن تستغرق وقتا طويلا وبأن حان الوقت للقضاء على هذا التنظيم ومن ناحية أخرى هو أقر أنه حاليا وفي ظل ما تحدثنا عنه بالنسبة لموقف الحكومة العراقية أنه لا توجد حاليا استراتيجية واضحة للغرب والولاد المتحدة لمساندة العراق ولمواجهة داعش وأن حينما ستتضح ملامح السياسة العراقية وما يريده الغرب من العراق ستتضح أيضا الاستراتيجية الغربية في هذا الصدق نعم سيد علي واكد الخبير في شنشر قوسطي لأيت وينتي فورينت شكرا جزيلا لك أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية هذه المرحلة نحن مستمرون في المواضيع الإقليمية والدولية سوف نخرج إلى فاصل قصير وسوف نتابع من بعده ابقوا معنا نتائج الانتخابات التركية تحد من حلم السلطان لإردوغان وتحتم عليه التنازل عن حكم الحزب الواحد وتشكيل اتلاف حكومي العباد يناشد قادة مجموعة الدول السبع بتقديم الدعم لمحربة داعش وأوباما يعول على دور سنة العراق بمواجهة التنظيم وعشرة القتلى في ميدان إدلب تزامنا مع انطلاق أعمال مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة أهلا بكم من جديد نبدأ من سوريا في ظل انطلاق أعمال مؤتمر المعارضة السورية من أجل الحل السياسي في سوريا بحضور وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة المصرية القاهرة أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قتل العشرات من بينهم أطفال في غارات لطيران الحربي السوري على قرية في محافظة إدلب شمال غربي البلاد المشهد السوري بين مؤتمر القاهرة والمعارك الضارية في تقرير جمال سواعد قتل قرابة الأربعين شخصاً في قصف للقوات النظامية السورية على قرية الجانودية في ريف جسر الشغور في محافظة إدلب إضافة إلى عشرات المفقودين والجرحى وأوضحت مصادر معارضة أن الطيران الحربي القاصاروخين سقطا في القرية الواقعة غرب المحافظة وهي تحت سيطرة المعارضة المسلحة ما أدى إلى حدوث دمار كبير فيما استمر البحث تحت الأنقاض على المفقودين على صعيد آخر أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه تم التوصل لصيغة من عشر نقاط لحل الأزمة السورية وذلك أثناء التآم المؤتمر العام للمعارضة السورية في العاصمة المصرية والذي يهدف إلى إطلاق تجمع جديد للمعارضة بديلا عن ائتلاف الوطني وإقرار ميثاق وطني لهذا التجمع إن سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى والتنظيمات والميليشيات المتطرفة والإرهابية على معظم الأراضي السورية هو أمر يهدد مستقبل المنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عليه فيما أكد نبير العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة إيجاد حل للأزمة في سوريا داعيا المعارضة إلى تجاوز خلافاتها بكل صراحة وبكل حرية لقد حاولنا لمدة ما يقرب من أربع سنوات الآن أن نجمع المعارضة السورية لتقول كلمة واحدة لتمثل وجهة لمطالب الشعب السوري يكثر المتحدثون عن حل من سياسيين وعسكريين وحتى رجال دين لكن في ظل غياب الإرادة الحقيقية للحل تتواصل الحرب وتستمر المعاناة ولمواكبة المشهد السوري ينضم إلينا مراسل بريس تيفي الإيرانية سيد حمد عودات عبر سكايب مرحبا بك في البداية سيد حمد قبل أن نذهب إلى مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية أريد أن أذهب بك إلى ما يجري في إدلب وفي حلب ودعنا نقول نظام السوري في الأيام الأخيرة يكثف القصف على هذه المناطق من الجو والحديث عن عشرات القتلة بالنسبة لعدد القتلة فهو لم يعد شيئا غريبا على الساحة السورية إن كان بالعشرات أو المئات أو حتى إن شمل العسكريين أو المدنيين المهم فعلى الساحة السورية هو الذي سوف يحقق الانتصار ومن سوف يعمل على استرجاع المناطق التي سيطرت عليها العصابات الإرهابية الجيش السوري أخذ زمام الأمور وهو يريد تحليل هذه المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيين وخاصة في منطقة إدلب من أجل محاولة قطع الطرق الواصلة إلى محافظة اللاذقية وإلى الساحل السوري لعدم تفشي هذه الحركة الوهابية إلى منطقة الساحل السوري نعم لك سيد الحمد لا نرى أي تقدم للنظام حتى الآن بعد الانسحابات الأخيرة التي كانت؟ نحن لا نتكلم عن بقعة جغرافية مساحتها لا تتجاوز العشر كيلو متر أو العشرين كيلو متر فهي منطقة بحجم دولة إسرائيل مرتين أو ثلاثة لذلك هذه المنطقة هي بحاجة إلى أيام وهي بحاجة أيضا إلى تعداد كبير من العسكر ومن العتاد ومن الطائرات ومن الدبابات والمدرعات من أجل أن تدخل إلى هناك وأيضا يجب أن نقول وأن نكون واضحين بأن جيش السوري صحيح أنه خسر تلك المنطقة وكان هناك الكثير من الخسائر والضحايا وهو بحاجة إلى بعض الوقت من أجل إعادة ترتيب نفسه وإعادة الجنة نعم سيد حمد الحديث في الآوين الأخيرة عن الجيش السوري بأنه أصبح جيش منهك وبأن الكثير من الشباب يفر من هذا الجيش وبأن هناك الكثير من الساسة في سوريا يطالبون الشباب في سوريا بالانضمام إلى الخدمة الإجبارية داخل هذا الجيش ربما هذه هي المشكلة بالنسبة للجيش السوري ليست هناك مشكلة بالنسبة للجيش السوري ولكن هناك مشكلة في العقلية العقلية الموجودة في الشارع السوري ولدى الشباب السوري بعض الشباب السوري وأنا شخصيا أعول على الشباب السوري بأنه في النهاية سوف يحمي الوطن وسوف يعمل على الانضمام إلى الجيش أو إلى اللجان الدفاع الوطنية والأهم أن يكون تحت سقف الوطن وتحت السيادة الوطنية من أجل الدفاع عن سوريا هناك الكثير من المغريات وهناك الكثير من الإشعاعات التي تأتي من الخارج أي من خارج سوريا فقط من أجل ردع الشباب السوري عن الانضمام إلى صفوف الجيش في النهاية إذا كانت هكذا إشعاعات تصدر أو حتى إن كانت حقيقة هناك بعض المتخلفين عن الانضمام إلى الجيش السوري بعد أربع سنوات من الحرب فنقول أننا موجودين بمرحلة جدا ممتازة بعد أربع سنوات هناك متخلفين عن الانضمام إلى الجيش السوري فنحن بمرحلة ممتازة فهذه الظاهرة لم تكن في البداية نعم سيد حمد أريد أن أثبتك إلى نقطة أخرى وهو المؤتمر الذي يتم في القاهرة بالنسبة للمعارضة السورية وربما نبيل العربي وصف ذلك بأفضل شيء بأنه لمدة أربع سنوات لم يستطيعوا أن يجمعوا دعنا نقول المعارضة السورية لكن الأمر الآخر بأن على رأس أولويات هذا المؤتمر هو رحيل الأسد خارج حدود سوريا الجغرافية المعترف عليها دوليا والتي هي موجودة في جميع الخرائط المعروفة دوليا لا يوجد معارضة سورية المعارضة سورية يجب فقط أن تتواجد داخل الحدود السورية من يتواجدون خارج الحدود السورية الجغرافية الواضحة للجميع ويعملون على بث السياسات المتنوعة منذ أربع سنوات حتى الآن هم ليسوا معارضين سوريين ولا يشرفون المعارضين السوريين أنا على تواصل مع عدة معارضين سوريين كما أنا تواصل مع مؤيدين هم لا يشرفون المعارضين السوريين هم عبارة عن أشخاص طائفيين إرهابيين هم عبارة عن رجال أعمال يعملون في الصالونات السياسية فقط من أجل إشباع أحقاد وغايات إما شخصية أو حزبية أو طائفية أو قروية من تراكمة هذه الأحقاد على مدار سنوات عندما كانوا داخل سوريا أو حتى عائلاتهم هناك شيء آخر المعارضة السورية أو ما يسمى المعارضة السورية وهي معارصة سورية ليست معارضة سورية المتوجدين في القاهرة هم عبارة عن جسيم صغير يشبه جامعة الدول العربية التي لا تملك الصلاحية باتخاذ القرار ولا تملك الصلاحية بإعداد أي شيء فقط هي تعمل على كسب المزيد من الوقت وأوهام الشرع العربي الذي يدعم الجيش السوري والشعب السوري ومحور المقاومة وأوهام أيضا العالم بأن هناك بعض السوريين المثقفين المتوجدين في بعض الدول العربية أو الأجنبية يحاولون إصلاح سوريا سوريا من أجل إصلاحها أو سوريا من أجل إنقاذها اليوم ليست بحاجة إلى خطة سياسية هي بحاجة إلى عمل عسر داخل سوريا تحت شعار المقاومة تحت سقف السيادة الوطنية عندها يمكن أن نصلح سوريا غير ذلك فهي عبارة عن خطة وهبية إرهابية من أجل تقسيم سوريا واستنزافها نعم سيد الحمد عبدات براسل بريستيفي الإيرانية كنت معنا عبر سكايب شكرا جزيلا لك أكدت كل من مصر والجزائر وإيطاليا تأييدها الحل السياسي للأزمة في ليبيا عشية انطلاق جولة جديدة للحوار بين الأطراف الليبية في المغرب التفاصيل في هذا التقرير دعت مصر والجزائر وإيطاليا إلى حل سياسي في ليبيا إثر اجتماع وزاري ثلاثي عقد الأحد في القاهرة عشية استئناف الحوار بين الأطراف الليبية المتنازعة في المغرب تحت رعاية الأمم المتحدة وفي مؤتمر صحفي أكد وزيراء خارجية مصر سامح شكري وإيطاليا باولو جانتلوني ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بالجزائر عبدالقادر مساهل أن الدول الثلاثة تأييد الحل السياسي في ليبيا والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية حرص من قبل الثلاثة الدول على مستقبل ليبيا على الأوضاع في ليبيا في العمل المشترك الذي يطلع به الدول الثلاث لدعم الاستقرار ودعم وحدة الأراضي الليبية والعمل على تحقيق إرادة الشعب الليبي تتابقت وجهة النظر بين بلداننا في تلت محاور الأول يتعلق بالحال السياسي وتكوين حكومة وطنية تعالج الأوضاع في ليبيا وتشهد ليبيا نزاعا على السلطة تسبب بانقسام البلاد في الصيف الماضي بين سلطتين حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمسندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى فجر ليبيا ويهدف الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين طرفي النزاع منذ أشهر إلى إدخال البلاد في مرحلة انتقالية لمدة لا تتجاوز سنتين يتخللها تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي وإعادة تفعيل هيئة صياغة الدستور وإلى اليمن قالت مصادر يمنية أن ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوق علي عبدالله صالح قصفت بالأسلحة الثقيلة حي الروضة في تعز جنوبي البلاد في حين سيطرت المقاومة الشعبية اليوم على مواقع هذه الميليشيا بمحافظة البيضاء وسط اليمن تزامنا مع ضم الاتحاد الأوروبي كل من زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني المخلوع إلى قائمة العقوبات التي تشمل تجميد أرصدتهما وحظر دخولهما أراضي الاتحاد وعلى الصعيد السياسي قال خالد بحاح نائب الرئيس اليمني إن الحكومة اليمنية جاهزة للذهاب إلى جينيف للتشاور في آلية تنفيذ قرار مجلس الأمن واستعادة السلطة مؤكدا أن جهود الإغاثة مازالت مستمرة ولمواكبة مشهد يمني معي في الاستوديو الإعلام المحلسية السيدة لانزينجر مرحبا بك أريد أن أذهب بك إلى مؤتمر جينيف في البداية الحديث بأن هذا المؤتمر هو للتشاور وليس للتفاوض صحيح يعني لا يوجد الآن أو لا توجد أي إرادة حقيقية من قبل الحثين أو من قبل من يقف وراء الحثين الإيرانيين بالوصول وبتواصل إلى صفقة وبتواصل إلى هدنة حقيقية ورعينا في الأيام وفي الأصبيل الأخيرة ما حدث ماذا تنتظر إيران المحادثات النووية ربما هذه النقطة ولكن نقطة أخرى تتعلق بالسيطرة الإيرانية الحقيقية إلى اليمن وكل الإشارات أو معاشرات تشير إلى وجود إيراني مكثف على الأراضي اليمنية بالإضافة إلى استخدام الأراضي اليمنية كمنطقة لإطلاق الصواريخ على المملكة العربية السودية وفي نهاية المطاف هذا هو الهدف الحقيقي من الوصول الإيراني أو الاحتلال الإيراني لليمن رأينا أيضا إطلاق صواريخ سكاد وربما التصعيد واضح من قبل الحقيقي وتحديد ورسالة رأينا واستمعنا خلال العملية الأسكرية السعودية أو بقيادة السعودية في يمن استمعنا إلى تصريحات تعلق بوجود هذه الصواريخ ولكن لأول مرة رأينا استخدام هذه الصواريخ خاصة بعد الإعلان عن وقفة لقنار يعني لا يوجد وقفة لقنار ولا يوجد أي وصول أو أي تحكيك للأهداف السلمية في نهاية المطاف أنا أعتقد بأنه وكما أنت قلت هناك صلة هناك ربط بين موضوع إيران والولايات المتحدة وإيران والغرب فيما يتعلق بالصفقة النووية وبينما يحدث الآن على الأرض في يمن في العراق وفي السوريا والمدهش والمغثير هو استمرار هذين المسارين بشكل مباشر أو بشكل مقابل يعني المحادثات مع الإيرانيين في سويسرا تستمر وفي نفس الوقت هناك محاولات إيرانية لتغيير الأمور لتريير الأوضاع على الأرض لتأتي إلى هذه المحادثات بموقف قوي دعنا نقول سحيح أنا أعتقد واستمعنا إلى الرفض واستمعنا إلى محاولة لنافي هذه التسليحات ولكن في نهاية المطاف الجانب الأمريكي يحول أن يجد في منطقة الشرق الأوسط شريك حقيقي شريك قوي وهو يعتقد اليوم بأنه وهذا قاله رئيس أوباما الجانب الإيراني يستطيع الآن السيطرة على مناطق مختلفة في شرق الأوسط وهذا هو الخلاف الحقيقي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الدول السنية يعني السعودية ومصر ودول الخليج ودول أخرى وما يحدث الآن هي محاولة إيرانية لإثبات يعني لإقناع الجانب الأمريكي بأنهم يعني يستطيعون السيطرة على الأمور وبالإضافة ربما استبزاز الجانب الأمريكي واستبزاز الغاب والدول العربية نحن موجودين الجانب الإيراني يقول نحن موجودين هنا يعني صواريخ أسقاط موجودة نحن عطينا أوامر لإطلاق هذه الصواريخ ولا يوجد لا يوجد أي حل يعني لهذه الأزمة لا في يمن ولا في عراق أو سوريا بدون الحل لمشكلة الصفقة نووية نعم سيري رانزينجر شكرا جزيلا لك والآن ننتقل إلى موضوع آخر أوعز رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو إلى وزارة الخارجية برفض طلب مدير عام شركة أورجيل فرنسية لاتصالات ستيفان ريشار الاجتماع بسفير إسرائيل في باريس للاعتذار عن تصريحاته بشأن قطع العلاقة التجارية مع شركة بارتنر الإسرائيلية لاتصالات فالحبيب والتفاصيل أسرة دولية منافقة متلونا هل ستنتهج نفس نهجها حين يدور الحديث بالمصالح الإسرائيلية بهذه الكلمات عبر عن غضبه في آن واحد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو متهما بكلماته هذه المجتمع الدولي بالنفاق والإنحياز للجانب الفلسطيني والقلق يغطي وجهه ليكن واضحا للجميع النفاق الذي ينتشر في العالم لن يكبل أيهادينا من أن ندافع المواطني إسرائيل هكذا عملنا في السابق وهكذا سنستمر بالعمل نتنياهو صب جل غضبه على القيادة الفلسطينية متهما إياها بالهروب من حول طاولة المفاوضات والمراوغة السياسية الدولية في الوقت الذي ندعو فيه إلى تجديد العملية السياسية الفلسطينيون يقدمون ضدنا اقتراحات في الأمم المتحدة وإلى محكمة الجنايات الدولية في هاك هم يهربون من المفاوضات وفي نفس الوقت يحاولون دفع عقوبات دولية وقرارات في مجلس الأمن ضدنا بسبب عدم وجود مفاوضات المقاطعة حقا تثير قلق الجهات الإسرائيلية المسؤولة فهي لن تتسبب في خسائر مادية فحسب والحديث يدور عن مقاطعة بضائع تصدر من المستوطنات ومن سيميز ما سيردع الشركات الكبيرة ويدفع بها إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتنزيلها من على رفوف البضائع برمتها وكان آخرها التهديد الفعلي لمدير شركة الاتصالات أورانج الذي ينهي مسلسل التنصل من تصريحاته التي أدل بها في القاهرة لم يعدل عن قراره بل يقرر زيارة إسرائيل في الأيام المقبلة الخسارة السياسية هي ما تدق نقوس الخطر فالعالم والدول حليفة لإسرائيل وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة على ضوء فطور العلاقات بين الحاكمين بدأت للوهلة الأولى تدفع بالتجاه فرض حل وتسوية على إسرائيل قد تضعها في زاوية ضيقة خانقة فهي الفتى الشقي في المنطقة لهذا يدعو نتنياهو إلى تبني حله السحري علينا أن نقف جنبا إلى جنب يمينا ويسارا كرجل واحد من أجل التصدي إلى هذه الضغوطات لكشف الأكاذيب ولمهاجمة المهاجمين نوحد الجهود في البلاد والعالم من أجل تحضي أكاذيب أعدائهم نتنياهو يعول على الضغوطات الدولية ويحاول استغلالها واستثمارها لتحقيق نتائج سياسية محلية أبرزها توسيع حكومته الضيقة التي تقف على واحد وستين أضوان حل سحري اقترحه نتنياهو لكن على ما يبدو حتى هذه اللحظة رئيس المعارضة هيرتسوغ لا يقبله اعتبر رئيس مركز الشرق الأوسط لدراسات السياسية في جدة اللواء المتقاعد أنور عشقي مشاركته إلى جانب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري جولد في ندوة عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي لا تعني تطبيعا سعوديا مع إسرائيل وكان كل من عشقي وغولد قد أكد في الندوة المذكورة التي نظمها المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية أن هناك مصالح مشتركة لإسرائيل والعربية السعودية في مواجهة إيران ولمواكبة هذا الموضوع ينضم إليه سيد جاك نيريا أحد المشتركين في هذا اللقاء مرحبا بك في البداية دعنا نقول ما هو الموضوع الأهم الذي دار في هذه النقاشات كان في بيننا وبين السعودين خمس لقات بلشنا بروما قبل آخر واحد كان بالهند وآخرتا كان بواشنطن وكان على طول الوقت كان تمركزنا بشكل أوسط بالقضية الفلسطينية بالحل السياسي بين إسرائيل وفلسطين بس مع الوقت فهمنا أنه الأغراض اللي بيناتنا صعبة أنه نجرب أن نحل مع بعض لهذا السبب جربنا نتمركز بالقضايا اللي بتهمنا أكتر والخطر اليوم الخطر موجود من إيران علينا وعلى السعودية ذات الشي الخطر إيران بتكون نووي لكن هل لاحظت بالفعل بأن الموقف السعودي قريب من الموقف الإسرائيلي من العشق؟ أولا أنا لازم مش لازم أنا أحكي يعني اللواء عشقي هو اللي قال أمام الصحافة بواشنغتون أنه لازم أنه غيره النظام بإيران أكتر من هيك حتى دوري جولد ما قال هالكلمة يعني مفهوم أنه إيران اليوم هي عدو عدو للسعودية حتى اليوم وزير الخارجية السعودية بيقول أنه السعودية مش عدد لأنه إيران أولا جربت في بحرين انقلاب باليمن بالعراق بسوريا في كل مكان وينما تطلع وراك بتشوف وهل هناك استمرارية سوف تستمرون في هذه الليقات إن شاء الله أنا لأني لأنه لأنه دوري جولد والثالث اللي كان معنا بالوفد الإسرائيلي صاروا رسميين يعني من ناحية التوظيف التوظيف الدولي أنا برات أنا أنا آمل أنا آمل أنه اللقاء رح يضل وموجود العلاقات موجودة وأنا أفكر أنه رح نضر السيرين بهالمسار حتى نتوصل على حلول بتكون بتناسب الفلسطينيين وبتناسب الإسرائيليين نعم أنت جزء من تاريخ نقول جديد قديم وبرأيك هل درى الحديث أيضا عن المبادرة العربية السعودية هذا كان في المبادرة موجودة على الطاولة نحن ما ناقشنا المبادرة قالنا أنه في الوقت المناسب كل واحد بلا شروط بحط اللي بده على الطاولة منناقش الأضايا وحدة وحدة بس اللي توصلنا توصلنا على تفاهم في قضية الإيرانية وهذا أهم شيء اليوم نعم سيد جاكنيريا أهد المشتركين في هذا اللقاء شكرا جزيلا لك تمكن أطباء في النمسا من زرع ساق إصطناعية تمنح واضعها الشعور بأنها ساق طبيعية في سابقة من شأنها أن تغير حياة الذين فقدوا طرفا من أطرافهم وتخلصهم من الألام الوهمية التي يعانون منها لنشاهر التقرير في إنجاز في إنجاز طبي هو الأول في العالم تمكن أطباء في النمسا من زرع ساق إصطناعية تمنح واضعها الشعور بأنها ساق طبيعية في سابقة من شأنها أن تغير حياة الذين فقدوا طرفا من أطرافهم وتخلصهم من الآلام الوهمية التي يعانون منها وجرب النموذج الأول من هذه الأطراف الصناعية على مدرس النمسوي يدعى وولف جانج رانجر في الرابعة والخمسين من عمره وولف جانج هو من مرضى لبروفيسور هوبرت إيجر من جامعة لينز في شمال النمسا والرائد في مجال الأطراف الصناعية وبعد ستة أشهر على العملية أصبح بإمكان وولف جانج رانجر أن يجري ويركب الدراجة الهوائية ويصعد السلالم وحين يمشي بالكاد يستطيع المرء أن يلاحظ أنه يمشي على صاق اصطناعية هذه النتائج المذهلة هي ثمرة تقنية تصل بين أجهزة استشعار موصولة على الصاق الاصطناعية والخلايا العصبية للجسم الأشخاص الذين لديهم باتر ليسوا مرضى هم يفتقدون جزءا من جسدهم وهذا الأمر ضروري لهم ولتنقلهم واستقلاليتهم وإذا تمكن هؤلاء الأشخاص من الاعتماد على أنفسهم سيكونون مجددا جزءا من مجتمعنا ولن يكون عبئا على نظام الرعاية الصحية لدينا وسبق أن ابتكر الطبيب النمسوي في العام 2010 ذراعا اصطناعية يمكن تحريكها بواسطة أوامر دماغية تتولى وصلات إلكترونية نقلها من الأعصاب إلى مفاصل الذراع وتبلغ تكاليف تركيب هذه الصاق بين 10 ألاف و30 ألف يورو ويعتزم فريق جامعة لينز البدء بتصويقها بعد التثبت من دقة النتائج المتوصل إليها يناقش قادة الدول الصناعية السابع قمة جي سبعة في منتجع الماو في منطقة بافاريا الألمانية ملفات مشتركة منها ملف استمرار الضغوط على روسيا حول الأزمة في شرق أوكرانيا ومن الملفات المهمة أيضا أزمة السيول المالية في اليونان والمخاوف من إعلان إفلاسها علاوة على ملف التغيير المناخي العالمي ولمواكبة هذا الموضوع مع الدكتور رمزي حلبي الخبيل الاقتصادي مرحبا بك في البداية ما أهمية هذه القمة نعم تعتبر هذه القمة القمة الأهم والأرقى في العالم لأنها تمثل عمليا السبع دول الرائدة في الاقتصاد العالمي والمصنعة مستوى العالم وهي طبعا تبحث في الأمور الأساسية لدفع الاقتصاد العالمي إلى الأمام ولكن بالمقابل هناك دائما مظاهرات وطبعا معارضة لهذه القمة لأنها تمثل سيطرة الدول الكبرى المصنعة على ثروات واقتصاد الدول الضعيفة يعني تمثل الرأس مالية نعم تمثل عمليا الرأس مالية وسيطرة الكبير والقوي على الضعفاء في العالم الثالث وإلى ما هناك لذلك هناك كثير المظاهرات ورأينا أن حتى الشرطة الألمانية جهزت نفسها لمثل هذه الحوادث والنقطة الأهم ربما ودار الحديث خلال هذه الاجتماعات عن روسيا التي تغيب أيضا عن هذه القمة يعني هناك موضوعين أساسيين اهتم بهم هذا المؤتمر أولا قضية أن روسيا أبعدت عمليا كان في الماضي جي 8 أو جي 8 ولكن بعد الأزمة الأوكرانية واعتبار روسيا تتعدى على الاستقلالية لأوكرانيا فهي أبعدت عن هذا الفورم المهم وثانيا يعني محط الأنظار هو كيف يمكن التعامل مع الأزمة اليونانية كثير من الاتصالات من خلال المؤتمر كانت مع أليكس إبعدت سيبرس اللي هو الرئيس اليوناني محاولة إقناعه بكسر الجمود في الوصول إلى حل للأزمة المالية الخانقة هل هذه القمة تأتي بحلول أم نقول مبادرات أو اقتراحات أكثر نعم هذه القمة من يهتم في قضية اليونان هي أولا فرنسا وألمانيا أكثر من غيرها ولكن القمة يجب أن تأخذ بعين اعتبار التطور الاقتصادي في العالم إيجاد أماكن عمل جديدة إعطاء فرص جديدة لاستثمار يجب أن تهتم أيضا في قضايا تتعلق بالمناخ العالمي بالاعتبار لماذا ينتقدون هناك انتقادات شديدة لهذه القمة نعم هناك من يقول بأن بدل ما هذه القمة تأخذ المواضيع الجذرية الأساسية البطالة في العالم مكافحة الإرهاب يعني السد الفجوات ما بين الفقير والغني في العالم ومكافحة الأمراض في أفريقيا وأماكن أخرى هي تهتم في نزاعات مثل اليونان وروسيا وأيضا تهتم أيضا بقضية الاحتباس الحراري وهو للمدى البعيد ويمكن أن يؤثر مستقبلا على العالم لذلك يجب أن يكون هناك توازن ما بين القضايا الملحة في العالم قضايا الفقر الأمراض تفشي الأمراض خاصة ما سمعنا في الأون الأخيرة في أفريقيا ودول شرقي آسيا بينما نرى أن الاهتمام كثير في قضايا يعني ملحة كما ذكرنا مثل قضية أوكرانيا واليونان نعم الدكتور رمزي حلبي الخبر الاقتصالي شكرا جزيلا لك أعزائي المشاريع نأتي إلى ختام هذه المرحلة سوف نخرج إلى فاصل قصير وسوف نكون بالبعدي مع الزميلة رانين بولوس مع موجز إخباري ابقوا معكم ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة